من ضمن الاسئلة لو جالك مرتب اعلى شوية بسيطة من اللي بتاخده في شغلك ولكن السبت اجازة والشغل الجديد السبت مش اجازة تعمل ايه حتى لو الشركة الجديدة اللي اسمي في السوق الحقيقة من خبرتي في العمل في السوق يوم السبت الاجازة ده من اهم الايام انا عارف ان في ناس بتنزل السبت العاملين في المصانع الى اخره ولكن السبت لي يا جماعة اهمية كبيرة انت بتفصل فيه اولا حياتك العائلية حياتك الاسرية لو حضرتك اه يعني بتخلص في ورق بتزبط في حاجات في يوم اساسي ومهم جدا 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 ويجب ان يؤخذ فيه الحسبان علشان كده بنقول الناس يا جماعة الخير خلي بالكم يجب انك تركز على ان اليوم ده هو من الايام الاساسية والعكس ده هيساعدك انك تطور من شغلك وتعرف اكتر وهيساعدك كمان انك اليوم ده تستريح فيه ففرق الفلوس ده لاجب انك تأخذه فيه الحسبان على هذا الجانب وطبعا فيه ناس بتاخدها كمرحلة او عامل في مصنع او كده لا دي طبيعة اندستري او صناعة ولا كما تكلم بشكل عام في هذا الموضوع وربنا يعين كل حد بينزل يوم السبت وتوفيق ان شاء الله